إذا اجتمع صوم قضاء مع واجب وصوم نافلة ووافق وقتا مستحبا فهل يجوز أن يصوم المستحب ويؤجل الواجب العمل المستحب مرات يكون قد اشترط فيه إتمام العمل الواجب كما في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صامت دهر ففي هذه الحال لا بد من تقديم صيام رمضان وهناك صيام نفل لم يشترط فيها انتهاء الواجب من الصيام ومن ذلك صيام يوم عرفة صيام الاثنين والخميس صيام أيام البيض صيام عاشورة فهذه الأيام يجوز للإنسان أن يصومها تقربا لله بنية النفل وإن كان في ذمته صيام رمضان قضاء لم يقم بأدائه بعده إذ لم يشترط الشرع في صيام هذه الأيام النوافل أن يكون قد قضى لإنسان ما عليه من فرائض وقد ورد عن بعض الصحابة أنه اشترط ذلك ولكن هذا الاشتراط لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه الصحابة والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لم يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر